تصريح دكتور عقيل مفتن يوم أمس رح نشاهد التصريح اللي آني هذا أعتبره تصريح شجاع بغض النظر أنه اليوم الشخص عمل حق عمل باطل جاي يشتغل ماذا يشتغل لكن ما تحدث به الدكتور عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية يوم أمس أخوان ممكن نشوف التصريح يوم أمس التصريح للدكتور عقيل مفتن هذا لازم أكو نزاهة أكو دولة اليوم أبو البرالمبية من يشتغل ما يشتغل ببحده لازم أكو دولة تدعمه اليوم أبو الأولمبية وزير الشباب والرياضة أنا أحجي عن رياضة دكتور عقيل يقول لو كانت الاتحادات بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لو كان القرار بيدي أخليهم بالسجن البعض يقول هذا التصريح غلط من دكتور عقيل وما يصير يصرحي شيء ولازم دلائل بقولنا الصورة شباب بقولنا الصورة لا بالعكس الكل يعرف أكو بعض الاتحادات بها فساد وأبسط شيء رئيس الاتحاد مني عين ابن وبنت ومرأة وأخت وخال وعام هذا من يا باب هذا من يا باب من أسافر وأسمي أخوي مدير فريق أو ابني مدير فريق من أخذ سلفة 100 مليون أو أخذ منحة 100 مليون واروح أسوي معسكرة بـ 20-30 مليون وأبوه بهاي الميت مليون وأني لا باني قاعة لا مطلع لي لاعب لا عندي نجاز أولمبي يعني ما كده هاي ما تحتاج للدليل صارنا عدة سنوات احنا ما عدنا نجاز أولمبي هذا الفساد بحذ ذاته هاي هنا النزاهة لازم تجي بحذ ذاته هسا دكتور عقيل مفتن حجة صح حجة غلط اتهم بس احنا جاي يعني هاي حقيقة يا أخوان اليوم أناشد دولة رئيس الوزراء عوف اتحاد كرة القدم عوف اللجنة الأولمبية عوف البرالمبية عوف وزارة الشباب والرياضة روح على مؤسسات اثنين اللي هم الأندية اللي جنابكم الدولة تطول للوزارات ويطوهم أموال روح لهاي الاتحادات اللي تطوها فلوس شوف شغلهم هذا الاتحاد اللي صال لعشر سنين البعض منهم جوي للاتحادات هدوم ما عنده يلبس يعني معقوله عمره أربعين سنة ما عنده سيارة وراء خمس سنين عنده سيارة وبيت يعني حتى لو راتب عشر ملايين ايش قدير يدي يطلع خمسين مليون بالسنة همي أنا أربع سنين همي أنا ميتين مليون بيت وسيارة وكيف ماكو هيد شي يعني الفساد ذاكوه ننبين يا دولة رئيس الوزراء يا النزاهة يا دولتنا المحترمة عوفوا اتحاد القدم عوفوا بارالمبية عوفوا أولمبية روحوا دققوا بهاي الاتحادات روحوا دققوا بلندية تطوها مليارات ويروحون يجيبوا اللاعبين وتخلص السنة ويأخذون منكم فلوس ويجيب لاعبين لا بنا منشع لا خرج لاعب لا قدم مدرب كل موسم يبدلون خمس ست مدربين هذا الفساد هذا الفساد من التطلع مدرب يعني ما حقق لك انجاز يجي غير نادي يجيبه وما يحقق انجاز يجي غير نادي يأخذه هي هاي العدالة هي هاي الرياضة هي هاي المهنية لا هذا الفساد وهاي العلاقات وهاي المحسوبيات اللي دا تعمل فما أعرف يعني أنا البعض يقول لا دكتور حقيل تصريح لا هاي ما الموضوع بيدليل واطينا إلا دليل لا تعرفون كل الزين تعرفون أكو فساد وأكو عدم مصداقية بالعمل وأكو محسوبيات أكو اتحادات الله وكلكم وأندية والله مو ما بقيها أمحيها من الوجود لو أجيب رجال أعمال أجيب مستثمرين أغير القوانين وين المشكلة أنا بلد بكيف أنا ألعب بالقوانين أغيرها من أجل مصلحة بلدي شنو لجنة بارالامبية ألف وسام ذهبي مشاركين بالعشرين ثلاثين واحد إذا مو أكثر بالأولمبيات باريس المؤهلة زين ما عدهم دعم ما عدهم قاعة يتمرنون بيها هي هاي العدالة واني كرة القدم إذا يفوز الطيقة بيت اللاعب ما أعرف يعني ما أعرف شنو إحنا وين وصلنا مباشرة يعني عضرا لإطالة لكن أرحب بضيفي المتواجد ويايا دكتور عقيل حميد حياك الله رئيس اللجنة البارالامبية وجدا ممتلي تلبية الدعوة وتواجدك تحية لك سيد بنبيل وإلى قناتكم وإلى كل جمهوركم تحياتي لك أنا يمكن شوية فعلت لكن حقيقة ما تحدثت به يعني اليوم دكتور عقيل يصرح يقول أكو بعض الاتحادات لو أنا أسجنهم زين هو شغل دكتور عقيل لو اليوم المفروض الدولة تكون معاكم من أجل تنظيف مؤسساتكم لأن الدولة جاية تنطي أموال من أجل إحنا اليوم نريد نبني ننشئ لا 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 شوف التصريح الدكتور عقيل مفتن حقيقة أنا بالنسبة لي شخصية موفق كان موفق موفق